السلام عليكم أخوي سام حبيب أريد أن أقول لك جزاك الله خير بصراحة على الدورة الجميلة هذه دورة التحليل الموجي بصراحة أنا لم أكن أتوقع القوة حق التحليل الموجي كيف توصل الواحد أن يقدر يتوقع حرقة السوق بشكل جميل جدا حتى نسبة الريشيو للهدف والستوب ما شاء الله كبيرة من اللي شفتها تقريبا تكون ثلاثة أربعة خمسة ستة أضعاف في الستوب مع إدارة راسمال بسيطة جدا الواحد ممكن يحقق أرباح جميلة جدا بس شرط أن يلتزم بالتحليل الموجي فأنا أريد أن أقول لك جزاك الله خير أنا الحمد لله من المشتركين الجدد عندك وشفت صراحة مجهود طيب جزاك الله خير عليه والموضوع بس يبغى للتركيز شوية وإن شاء الله يجزيك خير ويعني إلى التقدم والمزيد بإذن الله حبيب شكرا أستاذ بسام على الدورة الجميلة هذه ما قصرت يا حبيب أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في قناة تليجرام المجانية هذا ورابطها تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تكتبوا لا الاسم ولا الصورة هناك نصة من كثر ينتحلون شخصيتي كنوا حذرين من هذا المرخوتي يا الكرام تضغطون على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على الرابط تصبح وضف هذه القناة التي يشارك معك في أرباح مشاركين في دوراتنا تدريبية عمياً ولا سنوات ولا بأس أن نشارك معكم بعد الأرباح لهذا اليوم كما تلاحظون الأخ صديق يحقق في ميم 327% 101% في عملة غالا هنا مانا الأخ عادي يستغلوا تحليل اليوم أمس لأنه عندهم الاستراتيجيات وعندهم كل الأمور التي يساعدهم على فهم عن ماذا يتحدث ولاحظوا الأخ عادي يحقق 1160% في عملة مانا في هذا الصوت الأخير كذلك هنا عملة دان 342% ميم 92% 476% في إثريوم كذلك أرباح قوية أخوتي الكرام هدي فقط لهذا اليوم مانا 314% يقول بلايستيشن والبيك بوي يلعب البلايستيشن والبيك بوي كذلك هنا لخصديق يحقق في مانا في ميم 332% مانا 22% غالة 426% 180% ويقول قوة تحليل موجو أرباح في يوم واحد فقط شكرا أستاذ ويسا إذن كما تلاحظون أخوتي الكرام هذا الشباب يعني يحققون أرباحا قوية طلاقا من يعني مما يقرأ يدرسونه من علم يعني مما يطبقونه من علم في قناة العلم وفي دوراتنا التدريبية وكل هذه الأرباح التي تشاهدنا أخوتي الكرام فهي بسبب ما نقدمه من عروض ومن دورات فيما يخص علم المنطق علم التحليل الموجي والبرايس أكشن وتعرفون نحن نوفر لكم عرض قوي حاليا وهذا العرض يحتوي على جزءين جزء نظري وجزء تطبيقي لأنه التداولي يمهن التطبيق وكما تلاحظون قوة الأرباح أرباح قوية وقوية جدا أخوتي الكرام وللسنوات ونحن نشارك معكم هذه الأرباح يوميا جزء نظري لبيه الدورتين فيديوهات تحليل الموجي والبرايس أكشن والجزء التطبيقي اللي فيه الدورتين في قناة التحليلات اليومية عفوا تحصل على ثلاثة أشهر تشراك في قناة التحليلات اليومية تطبيق يعني دورة متكاملة تجعلك إن شاء الله في صفوفي المحترفين دارك الاشتراك رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط في صندوق الوص كذلك لهذا الفيديو والرابط تعلم تطبق وتحقيق الأرباح في نفس الوقت نكون تجادا في التعلم لا تنسوا كذلك ذهب إلى الموقع في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءة واو كتب يمكنكم تحميلها مثل الدليل الساسي فقط تضغط على الإبداع المجر وضع ملك الخاص وتصوك الكتب ملك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن تخسرك موالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هذا مغزى تعليمي وتثقي في 100% لا نعطي إلى نص أحمالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغط على زر الشرية والبيع فأنت المسؤول مسؤولية أنتم عن قراراتك قناة العملاء بالكذب لا تتحمل ليت مسؤولي كل ما نطلبه منك وأن تراقب تقارن تشاهد ودجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى حروضنا وإلى دورتنا عملة مانا يعني حللنا يوم أمس عملة مانا وقلنا أن عملة مانا هي عملة تستعد للانفجار خصوصا أن هذه العملة إذا نظرنا سنجد أن هناك زيادة في الزخاب الشرائي مما يعني أن هناك بيك بوي موجود في هذه المنطقة لن يترك السعر ينزل بالبلاكس قد يصعيده لكسر القمة لكن ضروري أن يكتمل هذا هذا الديسكاونت أو هذا التخفيض تخفيض إذا كان السعر مناسبا له للبيك بوي سيبحث عن الشراء وكنا قد توقعنا أن نحصل على مثل هذه الموجة هنا وحصلنا عليها وبعد ذلك قلنا أنه قد يكون هناك نزل لكسر القاء وبالفعل كتم كسر القاء ويعني نمشي مع هذه العملة خطوة خطوة وكما تلاحظون يعني الحمد لله حققنا أرباحا في الصعود وفي الهبوط وحتى الآن سنحقق إن شاء الله أرباحا في الصعود لكن ما لاحظتم الآن في هذه العملة أنه بعد ما حصلنا على هذا الصعود لو كان هذا لو كان هذا رانين فلات لو كانت هذه مع هذه والتقفيل هذه الموجة لن تكون بهذه الطريقة الشوي متدبدة ستكون موجة دافعة ستكون موجة دافعة لذلك لذلك قلت أوكي ربما ربما سنحصل على تقفيل لأتي الموجة فقط هنا هكذا وسيكون هذا فقط تصحيح كبير لنزول آخر ربما لكسر القاعد إذن وسنقول أنه ربما هذا نموذج لوحده كونتراكتين طيب لا مشكلة في ذلك إذن يمكنني استغلال هذا الهبوط على هذا الصعود على الأقل لأخذ نفسي طولة الموجة لتقفيل لأتي الموجة وهذا بالفعل ما قلنا يوم أمس وعندما ركزنا في عملتي معنا يوم أمس على الفريم أصغر قلنا أنه مانا هي الآن لديه W X Y وأبحث عني X لأحصل على Z وبالفعل عندما كانت مانا هنا قلنا ليس هناك شراء لا أستطيع الشراء لأننا في قمة الموجة الدافعة أحتاج إلى تصحيح المساوي لهذا وأكبر منه اللي بحث عن الشراء وبالفعل حسنا على هذا التصحيح ويوم أمس عندما حللت كنا في هذه المنطقة كنا بالضبط في هذا النموذج وأقول انتبهوا قد نحصل على طولي إذا كان هذا تصحيح لوحدهم وكانت هاتي الموجة سنبحث عن تقفيل لها إذن أستطيع البحث عني الصعودي عندما يكون نفس طول الموجة نحصل على نفس طول الموجة سأحول وقف خسرتي إلى بريكيفن وأتركه وهذا ما سأفعل الآن سأحول وقف خسرتي إلى بريكيفن حصلت على نفس طول الموجة بريكيفن أنا الآن بريكيفن محمية الآن هاتي الصفقة محمية طيب الآن كيف سأتعامل الآن مع عملتي مانا لأنه مهم جدا أن نعرف كيف سنتعامل مع هذه العملة حاليا هل يمكنني البحث عني الصعود مرة أخرى أو متى طيب ناس الذين ضيعوا ناس الذين ضيعوا هذه الفرصة يجب انتظر تصحيح الآن هنا لأن هناك زيادة في الزخم الآن حركة قوية تصحيح للبحث عن الصعود لكسر القم طيب إذا الآن إذا ذكرتم يوم أمس قلنا هذه إذا حصلنا على تقفيل لها بريكيفن وأتركه طار جميل جدا عاد سأبحث عن الشراء مرة أخرى من هنا طيب وقلنا كذلك إذا كان هذا هو النموذج هاد تصحيح بعدها سيطر السعر ولذلك في جميع الأحوال هذه الفرصة كانت فرصة رائعة للبحث عن الصعود وكما تلاحظون الآن صفقة مؤمنة طيب إنه هو هدفي الآن هدفي الآن هو نفس طولة تلك الموجة يعني 82 سنت هذا هو هدفي هذا هو هدفي إذا لاحظوا كانت هناك فترة انتقالية في هذه المنطقة نطاق حرب بين المشترين والبيعين ظهر المشترون انتظرنا تخفيض وبعد ذلك بحثنا عن الصعود لاحظوا قوة تحليل موجودة وقوة الـ Price Action والمنطقة واستغليناه في أفضل منطقة ممكنة إذا الآن فرصة أخرى هنا للبحث عن الصعود نحتاج فقط إلى تصحيحين هنا ويمكننا البحث عن الصعود مرة أخرى بعد كسر القمة يجيب تحويل وقف الخسارة إلى Break Event الناس المتأخرين Break Event وطاركو والهدف 0.280 بعد الوصول إلى هذا الهدف بعد الوصول إلى هذا الهدف سنرى هذه الموجة كيف ستكون هل ستكون قوية هل ستكون تصحيحية هل سيكون بها نقص في الزخم زيادة في الزخم إذا كان فيها زيادة في الزخم سنستمر إذا كان فيها نقص في الزخم سنخلج إلى أن يكون لديك تصحيح كبير ونعكاس في الاتجاه إذن عندما نصل إلى هذا المنطقة سنبدأ بالبحث إما عن الهبوط إذا وجدنا نقصا في الزخم وترقيما بنية مكتملة وأمور كثيرة إذا وجدنا أنه بها زيادة في الزخم وبدأ يكون لتشكل لدينا تصحيح للصعود مرة أخرى سنبحث عن التعزيزي وعني الصعود مرة أخرى لأنه مانا ممكن تسعد لكسر القمة يستمر خمسة دولار ممكن من هذه المنطقة يسعد لك تلاحظون لذلك يعني هكذا نتعامل مع صفقاتنا ومع تداولتنا بهذه الطريقة وإذا لاحظتم طلبتنا حققوا أرباح قوية في عملة مانا الآن لأنهم يفهمون عن ماذا نتحدث عندما نحلل كل عملة إذا كان هذا هو تحليلي اليوم لعملة أتمنى أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات كذلك فجروا لايكات دعوا تعليقاتكم في الفيديو تريد أن تحترف تداول هذا هو العرض لمناسب لك رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو هو الرابط وفي صندوق النص كذلك لهذا الفيديو هو الرابط تضغط عليه تتواصل مع المباشرة الخاصة الذي يجعبك وتبدأ رحلتك نحو الخمسة بمرة بحين لا تنسوا أن تفجروا اللايكات دعوا تعليقاتكم في الجول تنسوا بعد العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته